أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سياتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقاتمهم فشدوا الغتاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحق أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويتبت أقدامكم والذين كفروا فتعسرهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يا تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم هو كأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي من قريتك التي أخرتت كأهلكناهم فلا ناصر لهم أفما كان على بيينة من ربه كما زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير تعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوه ماء عميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمر إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواهم هو الذين اهتدوا زادهم هدا وآثاهم تقواهم فهل ينذرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتته فقد جاء شراتها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومكباكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وأيت الذين في قلوبهم مرض ينذرون إليك نذر الموشج عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو شدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفالها إن الذين اعتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فتيف إذا توفتهم الملائكة يضربون أدوههم وأتبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وقرهوا رضوانه وخاحبطا عمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لا ريناتهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله وشاق الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يذر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا وطيع الله وطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم دفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهد وإن تؤمنوا وتدقوا يؤتكم نجركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أدغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتوافقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الخقراء وإن تتغلوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم